بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي الطلبة الأعزاء طلبة سنة ثانية وتالتة فيما يتعلق أو في مساق الصياغة القانونية في المحاضرة السابقة تعرفنا عن فكرة الصياغة القانونية وألي سنة التشريعات وكيف يتم تحويل هذه الفكرة من فكرة موجودة لدى الشخص المعني بها إلى إخراجها في صياغة قانونية وعبارة عن نصوص قانونية في هذا الموضوع وقلنا أنه مسؤولية الصياغة مسؤولية كبيرة وبالتالي إذا كان هذا الشخص الذي يقوم بعملية الصياغة تمكن من أخذ الفكرة من الشخص العضو المجلس التشريعي أو من مجلس الوزراء بالشكل جيد فيقوم بإخراجها في نصوص قانونية جيدة وواضحة في هذا الموضوع ولكن هذا المشرع عشان يقوم بهذا الفكر أو بهذه الخطوات الإيجابية الرائعة والناجحة لابد أن نأخذ بعين الاعتبار المعيير الثالثة أول عنصر من هذه المعيير هو عنصر التشريع وهرمية التشريعات والسياسة التشريعية وكيفية التعبير عن السياسة التشريعية وقمنا بمناقشة عناصر التشريع وهرمية التشريع في محاضرة الزوم في المحاضرة السابقة ومع ذلك نقوم بالمرور عن هذه الأفكار الأساسية وهي أفكار مهمة لماذا هذه الأفكار مهمة؟ لأن هذه الأفكار لابد أن يتعرف عليها صائغ التشريع من هو صائغ التشريع؟ هو اللي بده يكتب النص القانوني لو رجعنا نحن على قانون عقوبات بلاحظ أنه في المادة الأولى والمادة الثانية والمادة الثالثة وجرائم القتل وجرائم الأشخاص وجرائم الواقع على أمن الدولة والقانون المدني في عين البيوع والحقوق وكل هذه الأمور هذه الأمور لابد أنه صانع التشريع يعرفها ويعرف المبادئ الأساسية التي يتكلم عنها في عملية التشريع إذن لازم أن يكون لديه المام بمكونات التشريع أو العناصر الأساسية لهذا التشريع وأولى هذه المكونات أنه يعرف أن هذا التشريع أو هذا القانون defend عن مجموعة من القواعد القانونية وهذا القواعد القانونية هي قواعد عامة ومجردة طيب ليش أنا بقول ومصمم على أن تكون هذه القاعدة هي قاعدة قانونية لأن هناك قواعد أخرى وليست قانون ذا القواعد الدينية أو الأعراف العرفية أو العداد والتقاليد وهذه العداد والتقاليد وهي الشريعة الإسلامية وكله لا ترقى إلى مساوى القاعدة القانونية أو لحظة ليست قاعدة قانونية بمعنى لا يعاقب عليها المشرع المشرع يعاقب على القاعدة القانونية في حالة منخالفتها إذن أنا بدي القاعدة القانونية الموجودة في الكتاب النص القانوني الموجود في الكتاب قانون العقوبات النص القانوني الموجود في القانون المدني أو في القانون الإداري أو في أي قانون هذه القاعدة القانونية يجب أن تكون عامة ومجردة ما هو المقصود بالعامة؟ العامة هي التي تطبق على كل أفراد المجتمع بدون عمرية تمييز سواء كان هذا رئيس أو وزير أو أي مواطن عادي ومجرد أنه ليست هناك أي اعتبارات لأي شخص من هذه الأشخاص كل الناس سواسية أمام القانون كأسنان المشط وبالتالي أن هذه القاعدة القانونية اللي أنا بدي أكتبها كصائق تشريع إلا هدف إيش الهدف اللي أنا بدي أكتبه؟ أنه هذه القاعدة يجب أن تنظم سلوك الأفراد كيف بدأت تنظم سلوك الأفراد؟ بدأت تقول له أن هذا الأشي أو هذا الفعل اللي أنت بدك تقوم فيه هو ممنوع وإذا أنت قمت فيه يعني أنه أنت سوف تقع أو تخضع إلى الجزاء أو العقوبة سواء كانت عقوبة مالية أو عقوبة جسدية أو عقوبة اللي هو مدنية من اللغة وهذه القاعدة القانونية يجب أن تحمل بين طياتها صفة الإنزام إذن إن اللي بهمني كصائق تشريع إنه هذه القاعدة القانونية اللي أنا بدي أكتبها لابد أن توضع من قبل جهة مقتصة بالتشريع وهذه الجهة المقتصة بالتشريع وقلنا هي مين؟ إما المجلس التشريعي أو مجلس الوزراء أو الرئيس في حالة عدم من عقاد المجلس التشريع هذه القاعدة القانونية اللي بدي أخطها المشرع لابد أن تحمل بين طياتها قصائص معينة وهذه الخصائص المعينة واضحة لكل أفراد المجتمع وهي يجب أن تكون قاعدة تنظم سلوك الأشخاص بمعنى أنه أنا ما بديش موضوع إنشاء ولا بدي محامي الشاطر يترافع كلام معسول أمام القاضي أنا بدي نص قانوني هذا النص القانوني اللي بدي يفهم القاضي كيف يطبقه ويفهم المواطن كيف يتعامل معه كيف المواطن يتعامل مع هذا النص القانوني وبالتالي يجب أن تكون القاعدة القانونية اللي أنا بدي أكتبها قاعدة بسيطة مش قاعدة معقدة أو فيها كلام إنشاء أو فيها نوع من الاسترسال في هذا الكلام وبالتالي يطبق دائما المتهم فيها خير الكلام مقلة ودل في القاعدة القانونية وبتلاحظوا أنه أي نص أنا بتمنى عليكم أن ترجعوا للنصوص القانونية يعني ارجعوا لقانون العقوبات أو القانون الإجراءات الجزائية أو القانون المدني وشوفوا كيف الصياغة النصوص القانونية إما تحمل بين طياتها أمر أنه أنت لازم تفعل هذا الشيء أو نهي ممنوع تعمل هذا الشيء وهذا الأمر أو النهي إما بيكون بشكل صريح أو بشكل ضمني في هذا الموضوع إذن القاعدة القانونية لازم هو يعرف أنه بدي يكتب إشي هذا الشيء أو هذا القاعدة القانونية المهمة يجب أن تنظم سلوك الأشخاص ويجب أن تكون هذه القاعدة قاعدة عامة ومجردة ليش قاعدة عامة ومجردة؟ لأنها غير محصورة في شخص معين أو في واقع معينة وأنها هذه صالحة لكل زمان ومكان وبالتالي أن هذه القاعدة القانونية ستبقى سارية المفعول وتطبق على كل أفراد المجتمع إلى أن يتم إلغاءها بنص قانوني مساويها أو أعلى منها وهذه القاعدة القانونية تطبق على الأشخاص والوقاع عند توافر شروط معينة في الشخص أو الواقع طب إذا بتقول لي أن القاعدة عامة ومجردة طب أحيانا نحن نلاحظ أن هناك قوانين وهذه القاعدة إلى علاقة مثلا بالطفل وهناك قوانين تتعلق بالمرأة وهناك قوانين تتعلق بالاقتصاد وهناك قوانين خاصة في شخص صحيح أن هذه القاعدة القانونية مطبقة في مجال معين للأحدث ولكن هي تنطبق على كل هذه الفئة من الشباب على كل هذه الفئة من المرأة على كل هؤلاء الفئة من الأحداث الجانهين إذن لازم تكون فيه عندي قاعدة عامة ومجردة وبالتالي فيش عندي قاعدة شخصية حتى لو كانت قاعدة شخصية بنا نقول أن القاعدة العامة بنا نطبقها على رئيس الجمهورية وبنبدأ نقول أن هذه القاعدة محصورة لرئيس الجمهورية محمد محمود علي لا هذا كل ما توافر فيه صفة رئيس الجمهورية تنطبق عليه القاعدة العامة والمجردة وبشكل منطب اليوم هناك قاعدة عامة مجردة نطبقها على القضاء إذا القادر تكب مخالفة عضو المجل التشريعي إذا ارتكب جريمة كيف بدنا نتعامل معاه؟ بدنا نتعامل معاه من خلال النصوص القانونية الواضحة في النص القانوني سواء كان قانون السلطة القضائية أو قانون أعضاء المجلس التشريعي أو المجلس التشريعي وعشان أن هذه القاعدة يلتزم في عضو المجلس التشريعي أو المواطن العادي أو القاضي أو رئيس الجمهورية لابد أن تخضع إلى صفة الإنزام وأن تكون هناك صفة إنزامية وصفة الإنزامية إما تكون عن طريق إجبار جزائي أو جنائي مثل الحبس أو الإكراه البدني أو مدني المطالبة بعملية التعويض النقطة الثانية يجب أن توضع أو يوضع هذا التشريع أو هذا القانون من قبل جهة مختصة في هذا الكلام وهذا الكلام حكينا فيه بشكل واضح وبشكل كبير وبشكل فيه يعني تعمق بشكل كبير وقلنا أن الفكرة تابعة القانون أو الفكرة تابعة الصياغة القانونية تيجي من جهتين إما الجهة التنفيذية أو الجهة التشريعية أو ممكن التنين يتفقوا مع بعض أو ممكن عضو من أعضاء المجلس التشريعي يفكر أنه يعمل قانون يخدم المجتمع لكننا اليوم نقول أن الجهة المختصة بعملية التشريع اللي هو بين السلطة التشريعية لكن اقتراح القانون يتم من قبل مين إما الجهة التنفيذية أو الجهة التشريعية وبالتالي أن القوانين تتمتع بإقتراحها أو بصلاحية اقتراحها وبقول لنواب المجلس التشريعية يعملون قانون هذول هم بكونوا مين بكونوا إما السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية لكن السلطة التشريعية مختصة بصلاحية اقرار القوانين بمعنى لا يجود للسلطة التنفيذية اقرار أي قانون إلا في حالة الطوارئ أو في حالة عدم انعقاد المجلس التشريعية ولكن هو مختص بإيش السلطة التنفيذية؟ مختص بإصدار القوانين وبصلاحية نشرها بعد إقرارها من قبل المجلس التشريع لأن المجلس التشريعي بقرها برفعها للرئيس الرئيس بصادق عليها وانشرها في الجريدة الرسمية طيب احنا بنسمع احيانا في عنا المرسيم بقانون أو القرار بقانون عندنا في عنا قرار بقانون أو مرسوم بقانون هذا ما بتختص فيه هي الجهة التنفيذية وهذا النوع من التشريعات فقط هي تشريعات مؤقتة وليست دائمة لأنها بتم وضحة في حالات استثنائية إيش الحالات الاستثنائية هي حالة الضرورة أو حالة عدم وجود المحال للمجلس التشريع إما المجلس التشريعي بيكون إجازة أو المجلس التشريعي غير منعقد أو إنه هناك حالة طوارئ زي عندنا اليوم حالة الكورونا فبصدر اللي هو قرارات من الرئيس لتنظيم حالة الكورونا لعدم منعقاد المجلس التشريع التشريعات التانوية اللي هي اللواحة التنفيذية تمام؟ وهذه اللواحة التنفيذية تختص فيها من؟ الجهة التنفيذية المعنية اللي هي الوزرات وهذه بتكون بناء على إيش؟ إما إحالة من المجلس التشريعي أو أعضاء المجلس التشريعي أو المجلس التشريعي عدنا مناقشة لنص مادة قانونية وهذه المادة القانونية بحاجة إلى تفصيل دقيق بقدرش أعضاء المجلس التشريعي يقدموها فبروحوا بيحاولوها لأعضاء المجلس التشريعي بيحاولوها لأعضاء السلطة التنفيذية لأنهم أكتر خبرة في هذا المجال يعني نجيب مثال في هذا الموضوع أعضاء المجلس التشريعي بيقوموا بعملية تنظيم نقول مشروع قانون يتعلق بالنقود ويتعلق بالدهب ويتعلق بالسباك الدهبية والفضة أعضاء المجلس التشريعي ما دمش خبرة وفنيات كيف نتم صياغة الدهب وهذا عيار 24 وهذا 28 وهذا 21 وأنه لازم يكون فيه نسبة الحديقة فمتركوا هذه الأمور التفصيلية لمن؟ يتركوا هذه الأمور التفصيلية اللي هو السلطة التنفيذية أو للوزارة المعنية في هذا الموضوع فيه عندنا التشريعات المتخصصة بتنظيم مسائل إدارية وهذه تختص فيها اللي هي الجهة التنفيذية عندما يتكلم عن الجهة التنفيذية هي السلطة التنفيذية يعني هي الحكومة وبالتالي أنه هاي هي اللي بتقوم بعملية تنظيم المسائل ذات الطبيعة الإدارية زي المحافظات زي المنزرات أسماها وتشكيلاتها اليوم يقولوا أيضاً تناولنا موضوع كثير مهم في المحاضرات السابقة وهو هرمية التشريع وهذا يعني أنه في عنا التشريعات تنقسم إلى ثلاث مستويات المستوى الأعلى وهو التستير والمستوى الأدنى هي اللواح والمستوى الوسط هي القوانين وبالتالي يجب دائماً على الصغير أن نحترم الكبير وأن هذه القوانين ليس لأنهم متسلسلة هرمياً وبالتالي أنه كل المستوى من هذه المستويات له القيمة والقوة القانونية الخاصة فيه ولكن يجب أن نحترم من هو أعلى منه في القوة يعني اللواحي يجب أن تحترم القوانين والقوانين يجب أن تحترم الدستور طيب أيش إشكالية هرمية التشريعات في فلسطين وهذا أنا أعطيتكم إياها واجب قلت لكم لازم ترجعوها وشوفوا إيش الإشكاليات الموجودة في فلسطين من لاحظة أن الإشكاليات الموجودة في فلسطين تتعلق بها رمية التشريعات لماذا رمية التشريعات؟ لأن هذه الجدور التاريخية للقوانين الموجودة في فلسطين مختلفة مختلفة في عنا قوانين موجودة في الضفة الغربية في عنا قوانين موجودة في قطاع غزة في عنا دستير مصرية موجودة في قطاع غزة في عنا دستير أردنية منطبقة في الضفة الغربية وبالتالي وهذه القوانين تختلف من مرحلة إلى أخرى وبالتالي ما فيش عنا وضوح تداخل في عملية أيهما أحدى هل القوانين العثبانية والقوانين البريطانية وهل أن هذا الدستور قام بإلغاء الدستور السابق ولا ما ألغاش الدستور السابق في هذا الموضوع وهذا الكلام إشبه إذا لم أحنم بإلغاء هذا الموضوع هرامية التشريعات معناته أنه سيصير عملية طعم في عملية الدستير أمام المحكمة الدستورية لأنه أنت اليوم ما احترمتش اللي هو الدستور الأعلى درجة وهناك الكثير من الأحكام الدستورية التي نصت على إلغاء قوانين لأنها مخالفة إلى القانون الأساسي أو الدستور هل قلت هذه التشريعات مرتبة عندنا التشريعات الأساسية وهي عبارة عن القانون الأساسي أو الدستور واحدة منتتين طبعا الدستور هو أعلى درجة من القانون الأساسي لأنه له شروط معينة في وضعه تختلف عن القانون الأساسي ولكن القانون الأساسي الفلسطيني اللي أنا أتمنى عليكم أن ترجعوا له تشوفوه من إيش بتكون هذا الكلام باللاحظ أنه هو إيش بتناول أكثر المواضية حساسية في الدولة ببين أن نظام الحكم الموجود في الدولة والنظام القانون الرسمي للدولة والفلسفات السياسية والاجتماعية الحقوق والحليات العامة وبالتالي أنه أعلى القوانين وأسماها طبعا كل ما كان القوانين أعلى وأسمى بتكون فيها لعبارات عامة ومجردة وبتدخلش في عملية التفاصيل الدقيقة وبتنترك تفاصيل الدقيقة لمين للقوانين والقوانين هي اللي بتتم إقرارها من قبل البجة التشريع في الظروف العادية وهي أقل درجة من الدستور وأعلى درجة من اللواح وبالتالي عشان ألغي القانون إما بلغيه بالدستور أو بلغيه بقانون مساوي له في القوة أو مساوي له بقانون آخر قانون الجيد بلغي القانون القديم في عنا تشريعات الضرورة وهذه التشريعات الضرورة بتم وضحها من قبل السلطة التنفيذية في الظروف الستنائية زي موضوع الكورونا أو موضوع إقلاق أو في عنا فيضان أو في عنا زلزال في هذه الحالة بتم وضحها من قبل السلطة التنفيذية طبعا الدور المجلس التشريع المجلس التشريع لا يقوم بعملية إقرارها ولكن يجب أن تعرض على المجلس التشريع في أول جنس التنعقات للمجلس التشريع لكن هذه القوانين تبقى لها القوة والقيمة إلى حين تم إلغاها أو إقرارها من المجلس التشريع التشريعات التنوية هي اللواح وهذه الأواحة بتم إما إحالة إلها من قبل السلطة التشريعية بتحيل للسلطة التنفيذية بتقولهم والله يا عمي إحنا مش فاضين وإنتوا لديكم الوقت الكافي وعندكم الخبرة الكافية في صياغة هذه القوانين يعني اليوم مثلا ما عندهم مش هما أعضاء المجلس التشريعية خبرة في موضوع صيدلة مثلا الصيدلة في هناك أدوية كثيرة وهذه الأدوية الكثيرة إلى علاقة بالمخدرات وبالتالي بتبدرج أعضاء المجلس التشريعية حسر قائمة كاملة في موضوع المخدرات أو الأدوية اللي داتها بمخدرات فتترك هذا الكلام لمين للسلطة التشريعية التي لكن أهم شيء في هذا الموضوع هو أنه يجب على التشريعات الثانوية أن تحترم التشريعات الأعلى درجة منها اللي هي القوانين والدستير في عنا التشريعات المتخصصة في تنظيم مسائل إدارية وهية التشريعات تصدر عن السلطة التنفيذية زي ما قلنا عن التقسيمات الإدارية وتشكيلات الدولة الحكومية ودرجاتها وكيفيتها هذه كلها تصدر عن السلطة التنفيذية طيب في عنا حاجة الفرعة التالية السياسة التشريعية ما هو المخصوط بالسياسة التشريعية المقصود بالسياسة التشريعية هي مسلك أو خطة الجهة المختصة بالتشريع نحو تطبيق السياسة العامة العليا أي دولة من الدول لازم يكون فيها عندها سياسة معينة ناهج معين تتبعه وبالتالي نحن نقول اليوم هذه دولة اشتراكية لا والله هذه دولة رأس مالية هذه دولة اسلامية والله هذه دولة ماركسية فبالتالي أنه هو لازم يأخذ بعين الاعتبار الشخص الذي يريده يصيغ التشريع السياسة العليا للدولة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي من خلال التشريعات التي يريدها تضحى الدولة إذن لازم يأخذ بعين الاعتبار السياسة العامة العليا للدولة طبعا هذه الدولة أنا أريد أن أفرغ هذه السياسة العامة بقواعد قانونية وهذه القواعد القانونية تكون هي تعبر عن هذه السياسة العامة للدولة ويجب أن تكون ملزمة في هذا الموضوع أشانك بنقول التشريع المكتوب هو الأداء التي بواسطتها يتم تطبيق السياسة العامة العليا في مجالات مختلفة وأن السياسة التشريعية هي في حقيقتها نعكاس لسياسة العامة العليا يعني اليوم أنا إيش السياسة التشريعية تبعته؟ والله السياسة التشريعية تبعته هو أنه أنا بدي أخذ بالقوانين الوضعية وهذه القوانين الوضعية هي لم تتعبر عن أراء الجماهير وبالتالي أنا ما بأخذش في مجابي الشريعة الإسلامية ولا في الشريعة الماركسية ولا بدي أنا المسيحية ولا باليهودية ولا عندي كذا وبالتالي كأنه هو يعبر المشرع وكأنه هو عن عكاس لسياسة العامة العليا الموجودة في الدولة طيب إيش السياسة التشريعية الموجودة في أي نظام؟ كل الأنظمة القانونية أو الوضعية تنقسم فيها النظام السياسي إلى نعين إما بأخذ بعين اعتبار السياسات التشريعية الرئيسية والسياسات التشريعية الفرعية وهذا الكلام حنتناوله بشكل دقيق في المحاضرة القادمة إن شاء الله لكن أنا بدي أعرف أنه أنا لازم أنه السياسة التشريعية لازم تهتم بشكل واضح بالمبادئ الأساسية الواردة في دستور الدولة وبالتالي إذا كان النظام الموجود والنظام يعبر عن الحريات العامة والمساواة بين الناس ونشاط الاقتصاد الحر ما نعته أنا في مجتمع ديمقراطي لكن إذا أنا بدي أروح على النظام ديكتاتوري في عندي مركزية القرار أنه مش مساواة بين الناس فبحترمش الاتفاقيات الدولية ما نعته أنه أنا في نظام ديكتاتوري في هذا الموضوع هذا الكلام إيش اللي بتعبر عليه أو مين بتصيغه هو المشرع اللي بتصيغه بهذا الشكل وبهذا الموضوع بشكل دقيق وبشكل مفصل في الموضوعات التالية طبعا نحن هناخد في المحاضرة الجاية السياسة التشريعية الرئيسية تعريف عام بالسياسة التشريعية الرئيسية السياسة التشريعية الرئيسية في فلسطين لضمان الحقوق والحريات ومبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات والشعب منزل السلطات وعلنية القانون وعلنية المحاكمة وعدم نفاذ القانون والمساواة بين الأشخاص أمام القانون وحرية النشاط الاقتصادي وتوحيد التشريعات بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتحديثها كل هذه الأمور إن شاء الله سنقودها في المحاضرة الجاية القادمة إن شاء الله وهذا مطلوب منكم في المحاضرة القادمة تحضير السياسة التشريعية الرئيسية والتشريعات السياسة التشريعية الفرعية على الساس أنه نصل إلى مذكرة السياسة التشريعية نحتفي بهذا القدر في هذا اللقاء ونلتقي في لقاء آخر إن شاء الله تمانية لكم بالتوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر